نروح بقى لأخبار النادي الأهلي عندنا خبر من مسؤولي النادي الأهلي اللي هم رفضوا عرض من الرجاء المغربي عشان يستعيروا رضا سليم لعب الفريق بسبب ضعف المقابل المالي المعروض على النادي علشان اتمام الصفقة تقريباً 600 ألف دولار أكد مصدر داخل الأهلي أن رضا سليم تحفظ على فكرة العودة من جديد للتواجد في الدوري المغربي ده خبر من أخبار القلعة الحمراء خبر آخر يخص السويسري مارسل كولر اللي بدأ النادي الأهلي رحلة استكشاف فريق بيريمدز الراجل بيذاكر مباريات بيريمدز الأخيرة بالدوري عشان يقف على نقاط القوة نقاط الضعفة في صفوف الفريق بيريمدز بحثا عن تحقيق نقاط أهم مباراة للمارد الأحمر هذا الموسم طبعا النادي الأهلي مبارايتين مع بيريمدز 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 ترجمة نانسي قنقر